عاوز اقول لحضراتكم ان جعفر ولي باشا كان سابق لعصره علشان ايه دقوب حازم راقي منظم صاحب رسالة كل دي صفات توضح شخصية جعفر ولي باشا شخص كان علامة بارزة في تاريخ الرياضة المصرية زي ما كان علامة في تاريخ الاهلي وكان طبيعيا من شخصية جعفر باشا وهو النادي الاهلي بتأسس ان يكون من اوائل الناس اللي هما سهموا واشتروا اسهم النادي الاهلي واشتروا ست اسهم في الحقيقة وكانت الفكرة اياميا ان كانت الحركة كان جزء منهم جدا في تمصير البنوك وعمل حركة مصرية تناهض وتقاوم الاحتلال فكان جزء من هذه الحركة هو ارتباط جعفر بالنادي الاهلي النادي الوطني اللي تأسست 1907 كجزء من الحركة الوطنية المصرية ككل ايه بقى النقلة الحقيقية اللي حولته من مجرد عدو نادي شأنه شأنه كل الاعضاء الى واحد من كبار رموز المؤسسين والمساهمين في العمل المؤسسي للنادي الاهلي اللجنة التأسسية للنادي الاهلي او الجمعية العمومية للنادي الاهلي تنتخب اللجنة تعرفت بعد كده باسم مجلس الادارة فتخيل انه جعفر ولي باشا يتم انتخابه مع مين؟ مع عبدالخالق باشا سروت؟ مع أمين باشا سامي؟ مع طلعت باشا حرب؟ عشان يكون واحد من اعضاء اللجنة العليا كانت الجمعية العمومية بتجتمع بتخسر لجنة عليا لإدارة النادي اللجنة العليا دي فيما بينها بتخسر الرئيس ووكيله والأعضاء في فبراير سنة 1916 اجتمعت اللجنة العليا للأهلي واختارت عبدالخالق سروت رئيسا للنادي وجعفر ولي وكيلا للنادي الأهلي في نفس عام 1916 الاتحاد المختارط اللي كان مسؤول عن النشاط عمل الجمعية المصرية الإنجليزية عشان ينظم كأس سلطان حسين والأهلي رفض انه يشارك في هذه البطولة ان كان عدد الأجانب الموجودين فيها كبير جدا والأهلي كانوا يفضل ان يكون عدد المصريين أجل وبالتالي قال لهم لا انا مش اشترك ولكن فيما بعد لما تعدل الوقت الموقف والوضع وابتدى النادي الأهلي يرى ان اعداد المشاركات المصرية زادت شارك وساهم وتصمر معه وإذا كانت سارة 19 قامت يوم 8 مارس فالأهلي في جامعيته العمومية اللي انعقدت في فبرار يعني قبلها بشعة بدأت تطرح فكرة تشكيل لجنة لإنشاء الاتحاد المصر لكلة القدم ولقت زخم لكن الفكرة ما قدرتش تجد صدق في وقتها ظهر الدعوة تانية في 1919 شهر سبتمبر للتمصير الدعوة بدأت من نادي القاهرة في بولاء ده غير النادي القاهرة اللي جنب النادي الأهلي في جزيرة وأرسل الدعوة للأندية إبراهيم علام جهينة وإحسين حجازي إبراهيم علام بدأ في سكر حديد بعدين انتقل إلى نادي مختلط وانتقل في 1917 إلى نادي القاهرة وأسس نادي القاهرة في بولاء إحسين حجازي بدأ مشواره الكروي في النادي الأهلي في 1911 وبعد كده سافر إلى إنجرترا للدراسة عاد إلى مصر في أجازة قصيرة لكن الحرب العالمية انطلقت وبالتأكيد حالة الأمور أنه ما يقدرش يرجع يستكمل دراسته وبالتأكيد بدأ يلعب في ناديه الأول اللي هو النادي الأهلي والصمر يلعب في الأهلي حتى 1919 انتقل إلى نادي القاهرة ومن نادي القاهرة انتقل بعد ذلك في 1920 لنادي المختلط في 14 سبتمبر سنة 19 إبراهيم علام وإحسين حجازي بعتوا للأندية دعوة للاجتماع كان الاجتماع هيعقد في مكتب أحد المحامين في الأبرة يوم 16 سبتمبر 19 لكن الأندية ما لبتش الدعوة وما حدش جاء وتكررت الدعوة بعد أربعة أيام من نفس الأشخاص إبراهيم علام وإحسين حجازي ولكن هذه المرة في مدرسة التجارة العليا اللي هي دلوقتي نخبط التجارية وأيضا لم يكتب للمحاولات دي النجاح بعد سنة سين سنة 1921 جعفر بشاق قاد عملية تمصير الاتحاد المصري لكرة القدم كانت أول خطة الأولى اللي خدها جعفر ولي إنه هو طلب من فؤاد أبازة سكرتير النادي الأهلي أن يدعو في أكتوبر 1921 الأندية المصرية للاجتماع في النادي الأهلي من أجل إنشاء وتأسيس أول اتحاد مصري لكرة القدم وتم التشكيل فعلا لهذا الاتحاد برئاسة جعفر ولي باشا وكانت دي خطوة مهمة جدا في مسيرة الكرة المصرية وإشهار الاتحاد المصري بعد شهر واحد من تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم يتخذ قرارا تاريخيا مؤثرا في الكرة المصرية مش حشارك في أي نشاط غير تابع للاتحاد المصري لكرة القدم وقاطع كل المسابقات الرسمية والودية لا وقاطع أي أندية تشارك في هذه المسابقات وتضمنت باقي الأندية مع قرار النادي الأهلي وألغت مشاركتها في مسابقة كأس سلطان عدى النادي المقتلط كأس سلطان حسين كانت البطولة الوحيدة لخارج الاتحاد المصري لكرة القدم كانت خضع الاتحاد المختلط الاتحاد المختلط لما اكتشف أن البطولة سلطان حسين مش نجحة لأن الأهلي مش موجود فيها بجماريته وقامته الاتحاد المختلط وافق أنه الاتحاد المصري لكرة القدم يضم كمان لأجندته كأس سلطان حسين بشرط واحد يسمح للجاليات والفرقة الأجنبية بالمشاركة فيها لكن تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم تمصير الاتحاد المصري لكرة القدم كان مهمة كبيرة وتاريخية للنادي الأهلي وجعفر ولي باشا لأن ده فتح الطريق أمام تبصير العديد من العلاب الأخرى زي السلة وألعاب القوة والسباحة اتحاد الملاكمة اللي تم تمصيره ومجلس ضراليه وبرئاسة جعفر ولي وده كان تقريبا في 1923 وفي نفس السنة تأسس الاتحاد المصري للتنس بقيادة أو برئاسة حسين عناد ولكن تمصير الرياضة المصرية تنامت عندما أصبح جعفر ولي رئيسا للنادي الأهلي فشفنا اتحاد ألعاب القوة اتحاد السباحة كرة السلة وهكذا وفي مايو 34 اكتملت عملية التمصير الكامل للرياضة المصرية تم تمصير اللجنة الأولمبية بدعوة من النادي الأهلي الاجتماع عقد في النادي الأهلي ركزوا معايا بقى في اللي جاي جعفر ولي باشا قلقائت عملية إلغاء سيطارة الأجانب على الرياضة المصرية ودي بصراحة كانت أصعب مرحلة في تاريخ الرياضة المصرية الأجانب هم المسيطرين على الرياضة المصرية وده يا اخوانا كان تكسيد حي لشعار أطلقته صور التسعتاشر وقتها الشعار كان بيقول مصر للمصريين فأصبحت الرياضة عن حق للمصريين ومع جعفر ولي باشا تغيرت الرياضة المصرية ومع النادي الأهلي تحديدا كان لجعفر ولي باشا مشوار طويل مشوار مليان بالأعمال العظيمة